السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مباشرة وبدون مقدمات الأمراض المناعية ليست كما يعتقد البعض أنها تنتج عن زيادة نشاط الجهاز المناعي إنما هي نتيجة لخلل في نشاط الجهاز المناعي فبدلا من مواجهة الجهاز المناعي للهجمات الخارجية من فيروسات وبكتريا وفطريات فإنه وبسبب الخلل الموجود فيه لا يميز بين العدو والصديق فيقوم بمحاربة الجهاز العصبي أو الغد الدرقية أو الجهاز الهضمي ويسبب الإصابة بأمراض المناعة الذاتية سأتحدث في هذا الفيديو عن ما هو المدخل الأساسي لعلاج أمراض المناعة الذاتية شميع الأمراض وأيضا علاج ارتشاح الأمعاء وما هي العلامات والأمراض التي إذا ظهرت عند شخص ما فإنه مهدد بالإصابة بأمراض المناعة الذاتية وما هو الشيء الذي إذا تم إصلاحه وعلاجه فإنه يتم إصلاح الجهاز المناعي والتخلص من أمراض المناعة وارتشاح الأمعاء وما هي الأطعم التي تسبب أمراض المناعة الذاتية وارتشاح الأمعاء وما هي أهم الفيتامينات والمعادن الضرورية للشفاء من أمراض المناعة الذاتية وارتشاح الأمعاء وما هي أهم الأطعمة المفيدة للشفاء من أمراض المناعة الذاتية وارتشاح الأمعاء وما هو نظام الحياة الصحي المفيد والهام للشفاء منها ارتشاح الأمعاء والأمراض المناعية انتشرت بشكل كبير جدا في السنوات الأخيرة مرض هاشيموتو قصور الغد الدرقية وأيضا مرض الروماتويد والتهاب المفاصل الروماتويدي والتصلب اللويحي والتهاب الفقار اللاصق والصدفية والذؤب الحمامية ومرض السكري وغيرها يشاع دائما حول هذه الأمراض بأنها أمراض لا شفاء منها وفعلا حتى لو تناول المريض الدواء ومثبتات المناعة طيلت سنوات حياته فإنه لن يشفى من المرض إلا بعلاج جذر المشكلة وأساسها وأصلها طيب ما هي الأمراض والأعراض التي إذا ظهرت عند المريض فإنه سيكون مهدد بالإصابة بأمراض المناعة الذاتية هذه الأمراض هي الكبد الدهني ارتفاع ضغط الدم السمنة ووصول محيط البطن عند الأنثى لأكثر من 89 سنتيمتر وعند الرجل لأكثر من 102 سنتيمتر ومن العلامات الخطيرة أيضا ارتفاع سكر الدم الصيامي والدخول بمقاومة الإنسولين وأيضا ارتفاع الكوليسترول السيء LDL وارتفاع الدون الثلاثية وانخفاض الكوليسترول الجيد HDL وعند إصابة أي شخص بثلاثة مما سبق نقول أنه مصاب بمتلازمة الأيض وهذه العلامات والأمراض مرتبطة ارتباط وثيق بنظام التغذي وبنظام الحياة وهي المدخل الرئيسي للإصابة بأمراض المناعة الذاتية طيب ما هو الشيء الذي إذا تم إصلاحه وعلاجه فإنه يتم إصلاح الجهاز المناعي والتخلص من أمراض المناعة وارتشاه الأمعاء الأمعاء تذكروا دائما أيها الأحبة بأن أي مرض مناعي يبدأ من الأمعاء وأن وجود خلل في الأمعاء سيكون مدخلا رئيسيا للإصابة بالأمراض المناعية لذلك علاج أي مرض مناعي والشفاء منه يعتمد بشكل أساسي على علاج جذر وأصل المشكلة وهي الأمعاء وإذا لم تعالج الأمعاء لن يكون هناك شفاء قطعا إذا لم تعالج الأمعاء يستمر المريض بتناول الأدوية ومثبتات المناعة حتى آخر يوم في حياته ولا يتحسن ولا يشفى أبدا لأنه يعالج النتائج ولا يعالج أصل وجذر المرض وهنا سأضع الإصبع على المشكلة تماما ارتشاح الأمعاء أو تسرب الأمعاء وسببها وجود تخرب وجروح وفتحات في جدار الأمعاء تسمح بدخول الفضلات والبكترية والسموم من الأمعاء إلى الدم مباشرة هذا سيؤدي إلى خلل في الجهاز المناعي ولن يميز الجهاز المناعي بعد ذلك العدو من الصديق وبدلا من مهاجمة البكترية فإنه سيهاجم الغد الدرقية ويسبب مرض هاشيموتو ويمكن أن يهاجم المفاصل ويسبب التهاب مفاصل روماتويدي أو يهاجم الجهاز العصبي ويسبب التصلب اللويحي وبنفس الطريقة يهاجم بقية أجهزة الجسم ويسبب أمراض المناعة الذاتية طيب ما هي الأطعمة التي تسبب ارتشاح الأمعاء أو تسرب الأمعاء وأمراض المناعة الذاتية هناك أنواع سيئة جدا من الطعام هي السبب في كل ذلك وهي الكلوتين الموجود في الدقيق الأبيض والحبوب المكررة والسكر والحليب الذي يحتوي على الأكتوز الحليب والزيوت النباتي المكررة السائلة والمهدرجة ومن الأطعمة التي تسبب ارتشاح أمعاء وأمراض المناعة الذاتية أيضا المعلبات واللحوم المصنعة والوجبات السريعة والمشروبات الغازية وهذا ما يجعلنا ننصح تائما بالابتعاد عن هذه الأطعمة ولمن لا يقبل ذلك من غير المرضى نقول له يمكنك تناول القليل منها إلى أقصى حد ممكن أما المريض بارتشاح أمعاء أو بأحد أمراض المناعة الذاتية فأساس العلاج هو الامتناع تماما عن هذه الأطعمة وأريد أن أذكر بأن الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية يمكن أن يسبب ارتشاح أمعاء وأمراض مناعة ذاتية طيب ما هي أهم الفيتامينات والمعادن الضرورية للشفاء من ارتشاح الأمعاء ومن أمراض المناعة الذاتية أهم فيتامين على الإطلاق هو فيتامين دال الذي يدعم الجهاز المناعي ويعمل ليس فقط كفيتامين إنما كهرمون وكمنظم رئيسي لكل عمليات الجهاز المناعي ولعمل الأمعاء بشكل صحيح والمساعدة في الشفاء من الارتشاح والتخلص من جذر المشكلة ويجب معرفة أن النقص فيتامين دال يمكن أن يكون البواب الرئيسية للإصابة بالأمراض المناعية وللحصول عليه لا يكفي تناول الطعام الغني به والتعرض لأشعة الشمس إنما يجب تناوله كمكمل غذائي وبشكل يومي وقد خصصت فيديو سابقا عن فيتامين دال يمكن مشاهدته الفيتامين الثاني الهام جدا في الشفاء من أي مرض مناعي ذاتي هو فيتامين E أما المعدن الأهم على الإطلاق في علاج والشفاء من أي مرض مناعي فهو الزينك الهام جدا لحماية الأمعاء والتخلص من أصل المشكلة وجذرها وهو الارتشاح وهام أيضا في منع حدوث جروح في الأمعاء وبالتالي هو يساعد في منع دخول البكترية والفضلات من الأمعاء إلى الدم أهم الأطعم الغنية بفيتامين دال صفار البيض وكبد العجل والسمك وخاصة السلمون وسمك التونة والسردين وزيت كبد الحوت والفطر أو المشروع وأهم الأطعم التي تحتوي على الزينك بذور اليقطين والمحار ولحم الأبقار ويمكن أن يأخذ كمكمل غذائي وصلنا إلى الأطعم التي تحتوي على فيتامين E الخضروات الورقية الخضراء المكسرات غير المحمصة وغير المملحة اللب السوري أو بذور دوار الشمس وأيضا موجود في القمح النابت أو أجنة القمح طيب ما هي أهم الأطعم المفيدة للشفاء من ارتشاح الأمعاء وأمراض المناعة الذاتية؟ أهم الأطعمة لبروكلي وبراعم لبروكلي والملفوف أو الكرمب والقرنبيط أو الزهرة ومن الأطعم المفيدة أيضا البيض والأسماك وخاصة سمك السلمون وزيت السمك وزيت كبد الحوت والسمن البلدي الحيواني والمكسرات والبذور وزيت الزيتون البكر الممتاز والأفوغادو لكن يجب أن يكون هناك توازن بين تناول أوميغا ثري من مصدر حيواني ومن مصدر نباتي الفاكهة تناولها هام ومفيد لكن باعتدال فالحصة اليومية ما يعادل حجم قبطة اليد من الأطعمة الهامة أيضا والتي تدعم البكتريا النافعة في جهاز الهضم مخمر الملفوف ومخمر الأرز وشاي الكامبوشا والموز والأوراق الخضراء الداكنة عند دباء خس جرجير ملوغية وفي حال عدم توفرها يمكن تناول مكمل غذائي برو بايوتيك إن تناول هذه الأطعمة المفيدة يدعم الجهاز المناعي ويقلل الالتهابات ويساعد في الشفاء من ارتشاح الأمعاء ومن أمراض المناعة أتذكر دائما أن وجود الغازات في البطن ورائحة النفس الكريهة مرتبطان ارتباط وثيق بنقص البكتريا النافعة وأن المريض بحاجة لتناول بكتريا نافعة برو بايوتيك سواء طعام أو مكمل غذائي أريد أن أذكر بنقطة هامي تحدثت عنها في فيديوهات سابقة وهي أن الصيام الإسلامي والصيام المتقطع داعمان أساسيا لصحة جهاز الهضم وجهاز المناعة ويشكلان مع كل ما سبق مفتاح الشفاء من ارتشاح الأمعاء وأمراض المناعة الذاتية طيب ما هو نظام الحياة الصحي المفيد والأساسي وبدونه لا يمكن الشفاء من ارتشاح الأمعاء ومن أمراض المناعة الذاتية النوم سبع ساعات ليلا بين تسعة مساء وأربعة فجرا أو بين 11 ليلا وستة صباحا وأيضا شرب الماء بشكل جيد حوالي 2 إلى 2.5 لتر في اليوم وحسب وزن الشخص والابتعاد عن التدخين والكحول وضرورة ممارسة الرياضة وخاصة رياضة المشي نصف ساعة يوميا ولمن لا يستطيع لظرف ما فيمكنه ممارس التمارين بسيطة نصف ساعة يوميا حتى ولو في مكانه إذا كان لا يستطيع الوقوف اكتبوا لي في التعليقات هل أصبتم بارتشاح أمعاء أو بأحد أمراض المناعة الذاتية وهل لديكم قريب أو صديق مصاب بمرض مناعي ذاتي مثل الصدفي أو الروماتويد أو تصلب اللويحي أو الذئب الحمامية أو التهاب الفقار اللاصق أو مرض السكري وهل تتناولون الأطعم المفيدة والفيتامينات والمعادن التي تكرتها وهل تعالجون جذر وأصل المرض أم تتناولون أدوية أو مثبتات المناعة فقط أنتظر منكم دائما وفي كل فيديو أن تكتبوا عن تجاربكم في المواضيع التي أطرحها وأتحدث عنها أرجو أن أكون قد وفقت في تقديم الفائد لكم جميعا وأرجو من كل من يحبني ويتابعني في هذا الفيديو وفي كل فيديو أقدمه أن يدعو لروح أمي الحبيب الغالي أم نوار بالرحمة والمغفرة عذروني لا يمكن الإجابة على العدد الكبير من التعليقات والأسئلة أنا أهتم وأقرأها جميعا وأختار من أسئلتكم مواضيع هامة وشائعة وأسئلة متكررة وأجيب عليها بفيديوهات شكرا لفريق الإعداد في قناتي وأخص بالشكر زوجتي الفاضلة الدكتورة أكابر خضور علي استشارية بالأمراض الباطنة والغدد والسكري واختصاصية بالتغذية والتي نعمل سويا في صناعة محتوى قناتي معتمدين على لراستنا وبحثنا المستمر كأطباء أمراض باطنة وأخصائيين في التغذية دعموا قناتي بالمشاهدات واللايك والتعليقات وشاركوا الفيديو شاهدوا الفيديو أكثر من مرة اكتبوا بالتعليقات الاسم وفي أي بلد تعيشون وتقيمون أحبكم جميعا عائلتي الجميلة عائلة الدكتور نوار علي بحفظ الله ورعايته